السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نأخذ يا سابع آخر أشكال التحويلات الهندسية اللي هو عنا الدوران هلا في البداية خلينا نعرف الدوران الدوران هو عبارة عن تحويل هندسي يدور شكلا ما حول نقطة ثابتة يعني في عنا نقطة ثابتة هاي النقطة بدور الشكل ايش عنا حوالين هذي النقطة هاي النقطة الثابتة نسميها مركز الدوران وإحنا رح يكون عنا المركز اللي هو نقطة الأصل المركز نقطة الأصل اللي هي بتكون صفر صفر هلا هاي النقطة رح يدور حول هذا المركز باتجاه معين هذا الاتجاه لا إما بيكون عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة بس احنا رح نأخذ ايش عكس عقارب الساعة عكس عقارب الساعة بزاوية معينة هاي الزاوية ممكن تكون 90 أو 180 أو 270 أو 360 طبعا كل واحدة من الزاوية لها قاعدة رح نمشي عليها إذن الدوران بدنا الشكل يدور حول نقطة ثابتة اللي هي نقطة الأصل باتجاه عكس عقارب الساعة بزاوية معينة اللي هي حكيناهم لا إما بتكون 90 أو 180 أو 270 أو 360 طبعا الدوران بنرمز له بالرمز دال واو بالرمز دال واو هلا عنا القاعدة للدورانية سابق هلا في البداية عنا شكل الدوران هيك بيكون السؤال يعني دال واو الدال هي رمز ايش عنا لحتى نعرف انه احنا منستخدم التحويل الهندسي الدوران هلا التسعين هي عبارة عن زاوية الدوران للنقطة سينصاد طبعا هاي النقطة سينصاد هلا رح ناخدها عبارة عن أرقم هلا في عنا للزوايا التسعين قاعدة والمئة وتمانين والمئة وسبعين والتلاتة ومئة وستين طبعا حفظ دوران التسعين بتصير عنا السينصاد هي عبارة عن سالب صاد سين الدوران لا المئة وتمانين يا سابع بتصير عنا القاعدة لإلها سالب سين سالب سات سالب سين سالب سات طيب والدوران لا المتين وسبعين بتصير سات تصير عنا سات سالب سين دوران التلاتمئة وستين بظلها مثل ما هي سين سات كل قاعدة من قواعد الزوايا هدول حفظيها سابع فإذا دوران تسعين رح نعكسهم بتصير الصاد هي في البداية بس رح نعطيها نعكس إشارتها يعني إذا كانت موجب بتصير سالب وإذا كانت سالب بتصير موجب دوران المئة وثمانين بتصير سالب سين سالب ساد دوران المتين وسبعين بنعكس بس منغير إشارة من هلأ السينات دوران التلاتمئة وستين بتظلها مثل ما هي هلأ مثلا جدت صور النقطة عندنا واحد ثلاث بدنا نعملها دوران هلأ عندنا النقطة واحد ثلاث بدنا نعملها دوران مركز و نقطة الأصل باتجاه عكس عقارب الساعة بزوايا أول إشي بدنا نبدأ بالزاوية عندنا تسعين هلأ بالزاوية تسعين شو حكينا القاعدة؟ سالب صاد إيش عندنا؟ سين طيب هلأ إحنا عندنا هلأ عندنا واحد ثلاث الواحد اللي هو السين والثلاث هي الصاد طيب القاعدة سالب صاد سين إذن هلأ الصادات هي اللي بدأت صير في البداية الصادات موجب ثلاث لما بدنا نأخذ عكسها بالإشارة إيش رح تصير سالب ثلاث والواحد ما إننا فيه اللي هو السنات رح ينزل طيب هلأ دوران مئة و ثمانين إيش قاعدتوا حكينا؟ سالب صين سالب صاد نفسهم الواحد موجب بتصير سالب واحد والثلاثة موجب بتصير عنا سالب ثلاث دوران ميتين وسبعين الみيتين وسبعين إيش قاعدتها صاد سالب صين هلأ الصادات اللي هي مين؟ الثلاثة بتصير هي في البداية الواحد إيش رح يصير عندنا سالب واحد التلاتمية وستين بتضلها مثل ما هي سين صاد يعني عندنا دوران تلاتمية وستين لوحد ثلاث إيش رح يضل عندنا واحد ثلاث خلينا نحل التدريب واحد اللي موجود عندنا بالكتاب يا سابع بدنا صورة النقطة سالب اثنين خمسة تحت تأثير دوران المركز ونقطة الأصل باتجاه عكس أقارب الساعة أول إيش نحدد سين وصاد طيب التسعين شو حكينا قاعدة هالتسعين بدها تصير سالب صاد سين هلأ مين السادات خمسة أعطيها إشارة سالب شو بتصير سالب خمسة والسالب اثنين ما إنا فيها بتنزل طيب المية وتمانين أش قاعدتها سالب سين سالب صاد بتصير هلأ السينات سالب اثنين ونعطيها إشارة سالب شو بتصير موجب اثنين والصادات بنعطيها إشارة سالب بتصير سالب خمسة طيب ميتين وسبعين أش قاعدتها الميتين وسبعين صاد مع سالب سين هلأ الصادات اللي هي من؟ الخمسة تنزل السينات بنعطيها سالب هي وهي سالب أش بدصير عنا موجب آخر إشة 360 بتظلها 100% اللي هي سين صاد فعننا سالب 2 5 بتظلها عنا سالب 2 5 هلأ كل واحد من القواعد هدولة يا سابق حفظ نحفظ القاعدة ومنطبق عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته